هذا عام الواحد جاء جوب المحطة الاولى المحطة الثانية المحطة الثالثة خلصه ورجعه يكمل جاء البرودكت الثاني من اللي هو نوع الكبيه ايضا هذا يفتر على الواحد هذا بس على الواحد والثلاثة يشتغل البرودكت يشتغل بس على الاثنين والثلاثة على المحطتين زين يجي زين اذن اقفوا عندنا مشكلة انه هل يجيب عامل واحد وعاملين وعامل ثلاثة عمان لانه المنتج الاول على ثلاثة المنتج الثاني على الواحد وثلاثة بس المنتج الثاني على اثنين وثلاثة بس يجيب عاملين هسا الان شلون الجدول اما زين سوى الان عنده اثنين عمال اثنين عمال قاموا يشتغلون على محطة العمل هذه واحد على البرودكت الثاني واحد على البرودكت الثاني اثنين كان عنده قابل بس عامل واحد الخيار بس الان سوى خيارين عاملين بس يار الثاني يريد يشوف انه من هو الحل الامثل اللي ينطي اعلى انتاجيه وبنفس الوقت يقلل بس لفلي ويستخدم حمال اثنين تشوف عامل واحد يشتغل على ذني ثلاثة منتجات له اكثر من عامل وهكذا وهكذا وفي كل مرة يجرب له option او alternative صحيحين استخدم او solution هذي فيكل مرة يستخدم تكنيك آخر الى ان يصل الحل هذا الشي يسمونه الى ان يصل الحل النهائي يصمونه هي عملية إيجاد هي عملية إيجاد optimal combination يعني مثلا أريد إزقاد عدد محطات العمل أريد إزقاد عدد عدد العاملين اللي تنطين مثلا أعلى إنتاجية وأقل كلفة معينة وين ها نستخدمها؟ نستخدم منها حال التكثيك اللي نستخدمه أنه نجرب أكثر من بدائل نجرب أكثر من طريق نسميه بالsimulation optimization زين شنو الcomponents مع الoptimization؟ هنه ثلاثة decision variables يعني القيم الحاكمة أسنى شون حدثنا عن عدد العمال وعدد محطات العمل زين كل مرة نغير بيه يعني يعني مسيطرين عليهم مرة نسويين اثنية العاملين مرة نسوي محطات العمل الثلاثة مرة نسويه الأربعة مرة وحكذا ذني decision variables يصير controllable يعني مسيطر عليهم ينقدر نتحكم بيهم حتى نعرف شنو أحسن عدد من العمال وشنو أحسن عدد من محطات العمل وشنو أحسن تصميم بحيث يعطيه شنو objective function شنو مثلا عدد الأرباح أعلى أرباح شجد وأقل كلفة شجد أعلى ربح وأقل كلفة هذا نشي نسمي maximized profit minimized cost وأيضا عندنا constraint constraint المحددات القيود المفروضة علينا مثلا عدد العاملين يجب أن لا تجاوز خمسة عدد محطات العمل يجب أن لا تجاوز أربعة وحا هذا من constraint القيود اللي تنفرض عليك وإن أنت تسوي الموديل مالتك حتى تصل إلى الحل الأمثل أو التصميم الأمثل اللي موجود عندك صياغة المشكلة من تصيغ أي مشكلة مثلا تصميمية تريد تستخدم لها لازم يكون عندك ثلاثة clarity أنه الوضوحية والspecific اللي هي التحديد والagrement اللي هي الاتفاق clarity يعني أن يكون هناك وضح توضيح واضح وصريح للمشكلة أنه توضحها أو تصرفها بشكل واضح بالنسبة للأخرين وصف كامل للمشكلة ما هي المدخلات ما هي المخرجات ما هي الconcentration اللي عندك من شنية decision variables شنية الparameters الparameters يعني اللي ما نقدر نتحكم بها نحن نسيطر بس على decision variables نحرق نقلل ونزيد بهم حتى نصل إلى الحل الأمثل شنية أيضا الobjective شنريد مثلا maximum maximize نريد minimize شنريد نقلل مثلا maximize productivity نريد نقلل زياد الانتاجية نريد نقلل مثلا minimize نقلل waste time أو ال idle time اللي موجود specificity يعني التحديد بالضبط والضبط ما الذي نريد أن نصله ثم ال agreement أنه يعني يكون لازم يكون عندنا اتفاق نهاية واضحة أنه شوقت هذا ممكن أنه تنتهى عمل simulation أو عمل optimization تحقق الأهداف اللي مطلوب ال setting ما ال objective عندنا قلنا إذن الوضع objective إنه objective موجود ال achievement إنه تصف إنه الهدف من المشروع شريد نسوي مثلا حننفترض جزء تقليل طاقة أو تقليل كلفة وهذا طبعا دائما دائما مثلا يحتوي fad actions fad أفعال مثلا increase profit reduce waste مثلا understand فهم العملية تعيين أو تعريف أو مقارنة أو اختيار وغيرها فإذن لازم يكون عندنا إنجاز لازم يكون عندنا تحديد لهدف إنجاز معين عندما نطلق setting objective فمثلا نحن نريد نقول maximize productivity ما معناها؟ معناها increase productivity reducing the cost understanding how the process behavior determine the number of workstation determine identify the number of workers demonstrate that the process أنه العملية قاعد تمشي بشكل same compare تقارن بين حل وحل آخر وثم بعدين تختار الحل الأخير measurement عادة مثلا لازم تكون objective الذي عندك تقاس مثلا من productivity يعني نريد معرف مثلا نشينا باقي الحل الأول الذي اقترحنا الحل البداي أنه ننتج مثلا 10 سيارات مثلا بالساعة أو باليوم لو اقترحنا مثلا حل آخر ينطينا مثلا فددعش أو الحل الثاني ينطينا فدددعش بس بنفس الوقت يرافق ارتفاع بالكلفة وهكذا مثلا هالسهنان مثلا أنه اقترحنا في الحل يقلل أنه الطاقة الإنتاجية أو المستخدمة الطاقة المستخدمة الإنيرجي بنسبة 10% وهكذا المحددات أو القيود القيود هذه عادة يمنتم التعبير عنها بشكل يعني نقود أو مثلا أشخاص مثل ما قلت لكم مثلا عدد العاملين مثلا ألا أزيد عن 5 أو 6 أو حدد محقات العمل ألا أزيد عن 7 بالتالي مثلا هذي بعض من القيود اللي مفروضة عليها حتى تسوي أوبتمايزيشن الأوبتمايزيشن إكسبرمنت طبعا تسوي موديل عادي تتعرف الأوبتمايزيشن براميتر اللي تريد تغيرها اللي هي الدزيجن فيرابلز اللي هي الكنترولابل اللي هي الدزاين فيرابلز هذان كلش مهمات تريد نعرفهم وفي كل مرة أنه نغيرهم ونسوي تجربة إلى أن نصل إلى الحل الأمتل إلى أن نسوي تجربة ثم نحدد بعدين النقطة الرابعة الفنكشن أو الابجيكتيف فنكشن اللي يريد نقلل سواء كانت البرودكتيفتي أو الماكشيمايز أو الكوست أو مثلا عدد العاملين إذا كان موديل صحيب الهيلت كير سيستم عدد المرضى اللي يكون بالنظام اللي يريد نقللهم وعدد المرضى اللي يطلعون من النظام اللي يتم الفحص وتبطيهم أدوية مثلا نريد نسوي أكبر عدد منعتهم وهكذا ونعرف أيها من القيود المفروضة علينا مثلا دوام مالاتنا يبدي إذا مستوش صحيح مثلا من القيود من التسعة للأربعة وعدد اللي يشتغلون بالصيدلية مثلا ثلاثة وغيرها ثم إيش وقت نحدد مثلا سميليشن ستوب كونديشن إيش وقت يقف مثلا أخذنا نوعي من السميليشن إذا تذكرون أكو سميليشن محدد وقوم سميليشن غير محدد سميليشن المحدد قلنا مثلا إلى وقت يبدي من التسعة للخمسة وذاك الثاني مثلا يستمر إلى ما لا نهاية وأيضا نحدد الإيش وقت نصل إلى القيمة المثلح ثم التجربة التي المزعم إقامة عندنا كيس موجود أيضا هذا شركة واحدة من الشركات هذه عندها تريد تجيب رافعة هذه الرافعات تشتغل عندها سعر الرافعة الوحدة مثلا بتصميم هذا المعمل حوالي 25 ألف دولار المصنع بإمكانه بإمكانه أن يشتري أو المصنع بإمكانه أنه يشغل عنده 250 بلت يعني 250 محطة بلت تستثمر بحيث تستثمر مرافعات شوكية سعر الوحدة 25 ألف دولار بحيث تقدر تسوي لها أكثر عملية تصويت هذه الوحدة الوحدة التي تستثمر بحيث بحيث 250 تستثمر بالساعة الوحدة تستثمر أكثر عدد ممكن لكن تريد تشتري العدد الأمثل التي تستثمر أكثر إنتاجية محددات القيود سعر الوحدة 25 ألف تريد أعلى إنتاجية مثلا ما لا نهاية من العربات الشوكية لأنه أولا مساحة المعمل أو مساحة الورشة محدودة وبنفس الوقت هي تريد أعلى طاقة إنتاجية وعذب الأشخاص اللي يستخدمونها أيضا فلي جئت إلى استخدام المحاكات محاكات هذه السيموليشن الموديل اللي موجود عددها هي تريد أوبتيمال ثروبوت أوبتيمال ثروبوت تريد الجربة يعني أكثر إنتاجية باستخدام هذا طبعا استخدام كثير من هذه الرافعات خلال الموديل قد يجوز إلى مساحة محدودة وبالتالي ما ممكن أنه تشغلك أكبر عدد ممكن ربما يكون هناك اختناقش عندك زين فهي توصلت من خلال المحاكات طبعا هذا واحد من الأمثلة اللي موجودة أنه طلع عددها هذه المحاكات أنه أكثر بلتس نمبر أو بلتس أو بلتس أنه تقدر بعدد معين نمبر أو بلتس أنه تقدر تجيب مثلا 180 بحيث أنه يقدر ينطيها 49 جوب بلتس بالدقيقة الواحدة هذه إذا تشفون البلتس المستخدمين مثلا إذا استخدم 100 40 إذا استخدم 110 يقدر 22 ووصف قدرها بالنسبة إليها هي تقدر تشتري حتى 250 و 260 العدد الأمثل الظاهر اللي يحقق لها أعلى إنتاجية هو كان استخدام 220 يحقق لها أعلى إنتاجية بالساعة اللي هي 48.6 هذا واحد من الأمثلة اللي موجودة على الoptimization طبعا القرار الصحيح كان اتخاذ هذا اللي ممكن يوفر لك العدد اللي اخترحوه اللي هو 220 وحدة هي كان بإمكانة تشتري 250 وخمسين عاش 25 ألف دولار للوحدة السيلف أسسمنت اكسساعد أنا سأريد أي واحد منكم من ذول الباقين الخمسة أي ساعة تستخدمونا حتى نسوينا optimization design of manufacturing system أو أي فعالية أخرى خمسة الباقين اللي ما مسلمين لي لحد الآن وهم منعتهم سارة تبارك وحسين محمد قاسم وحسين حسين وجعفر تقسمون مجموعتين وتسوون لي مشروع optimization design يعني تجربو لي أي حال عدكم أي تاخذون أي حالة تصنيعية أو أي حالة أخرى سواء كانت موجودة أنتم تخلقونها أو كانت موجودة بالأدب وتقولون لي استخدمون simulate أو حقيقة أي software package وتنقشون التاقشوني بالoptimization design ما لدي أسمع منكم لقدت لكم نسبوع الماضي هذه المحاضرة قصيرة منهم ما تسمعون أنتم عبدالستار فوزي أول واحد من المتصدي منتهد شخص أنا ممنون من عند حقيقة قولت يتعلم يتعلم النفس يعني بالنسبة أني كأستاذ أفرح وأكيف واحد مثلا يتخرج وتعلم في شيء من عند خلص فلي يتعلم مثلا هاي الجيم وهذا simulation software يعني هذا نقدرنا نقدرنا نقدم لكم بالحد الأدنى بهذه الظروف يعني لقد نتمنى أنه يعني بظروف أحسن بس يسوي هذا قدرنا الله سبحانه وتعالى كاتب علينا أي شيء يعني هاي حظكم بالمناسبة ثم ما سويتوا صورة ما التخرج هاي صورة ما التخرج هاي هاي لا يعني مثلا البيتش بوستر مثلا هاي هاي الصناعية لكن لهم دلزول بوستر شيف تصوارهم بيه سوينة دكتور سوينة هاي 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 والله هاي ما ما معوق البوستر يعني خلاصه جديد وأنا دزل فيها لا يعني هاي عالم وكية ذكريات لأنه طبعا بالأسف يعني لحظة الحلم ما 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 يعني كانت سنة استثنائية تدروني هاي أول مرة تصير من الفلاونز الإسبانية سنة 1918 من 1908 ما جاه شي وفا زي فطرت انتم مئة سنة تاناكم حتى يجيكم 1908 مئة وعشر سنة ترجمة نانسي قنقر